اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند نركز مع بعض عشان عندنا الكلام مهم جدا في 3 ملفات مهمة وجمهور النادي الاهلي مهتم جدا بالملفات دي خلال الفترة الحالية طبعا ما عندناش دوري ما فيش مباريات رسمية والكل مجهول بكاسي فيفا للعرب لكن عندنا احداث مهمة على المستوى الدولي بالنسبة لمشاركة الاهلي خلال الفترة اللي جاي اول حاجة هبدأ بلقاء السوبر الافريقي ما بين الاهلي والرجاء الكل بلا استثناء بارح تكلم على القرار الرسمي والخطاب الرسمي الذي تم ارساله من قبل الاتحاد الافريقي للناديين والاتحاد الكرة المصر والاتحاد الكرة المغربي ان تحدد بشكل رسمي اقامة لقاء السوبر في الدوحة يوم 22 ديسمبر بدلا من 24 وده كان الموعد المقترح بسبب طبعا ارتبط معظم اعضاء المكتب التنفيذي والادارات التنفيذية باحتفالات الكريسماس في نهاية هذا الشهر فبالتالي تحدد ان المباراة هتكون يوم الاربع الـ 22 ديسمبر عاقب نهاية البطولة العربية بحوالي اربع ايام خاصة ان اللقاء السوبر هيتلاعب وهي النسخة الاخيرة في الدوحة وتم فتح القيد استثنائي للناديين عشان يستفيدوا بالصفقات الجديدة خلال الفترة اللي جاية المباراة لغاية اللحظة دي اللي بكلمكم فيها هي مقرر اقامتها على ملعب نادي السد استاد جاسم بن حمد الساعة ستة بتوقيت القاهرة ده نفس الملعب اللي اقيمت عليه السوبر في شهر فبراير الماضي اللي الاهل فاز فيها على نهضة بركان بهدفين مقابل لشيء والاهل فاز فيها بلقاء السوبر الافريخي ولكن عندي جزئيتين تحديث في هذا الموضوع وعنوان جديد في هذا الموضوع اول حاجة هناك اتجاه اذا تقرر اقامة المباراة بشكل نهائي بالفعل على استاد عفي قطر يوم 22 ديسمبر المباراة ممكن تتلاعب في احدى الملاعب المنديالية اللي التصديف حاليا مباراة تاكاس في فل العرب الناس تقول ليه تقول حتى الان ليه بقول حتى الان اول جزئة بس المباراة والبطولة يوم 22 ديسمبر في استاد جاسم بن حمد ولكن ممكن بسبب الحضور الجماهيري الكبير تتنقل استاد احمد بن علي استاد نادر ريان احدى الملاعب المنديالية اللي بتصديف حاليا كاس فيفا للعرب ممكن تتلاعب عليها مباراة الاهل ورجاء ولكن من مصادرنا في الاتحاد الافريقي خلال الدقائق الاخيرة او اللحظات الاخيرة تم اختارنا بفكرة ان النادي الرجاء المغربي عنده اعتراض على فكرة تحديد المعاد خلال هذه الفترة يوم 22 ديسمبر في الدوحة ليه بيقولوا ان المجال الجو حاليا في المغرب مغلق وهيكون فيه صعوبة في السفر بسبب الاجراءات الاحترازية وبسبب اجراءات كورونا وبسبب التحور الجديد الموجود في فيروس كورونا ايميكرون خلال هذه الفترة وبالتالي هيكون فيه صعوبة انهم يسفروا عشان يلعبوا لقاء السوبر في الدوحة مع النادي الاهل يوم 22 ديسمبر ده خبر جديد ويمكن خلال ساعات او خلال لحظات هتلقوه متداول دايما او متداول من خلال المواقع الردية والسوشيال ميديا لان ده خطاب رسمي اتبعت من نادي الرجاء الى الاتحاد الافريقي بيطلبوا تأجيل الموعد بسبب غلق المجال الجوي وفي صعوبة في السفر خلال الفترة اللي جاية الموقف هيكون ايه الفترة الجاية مش عارفين لكن ما اكلمكم على الموقف الرسمي لغاية اللحظة دي ان المباراة يوم 22 ديسمبر في الدوحة على استاد جاسم بن حمد واذا تقرر اقامة المباراة في نفس الموعد ممكن تتنقل استاد احمد بن علي في نادي الريان طبعا استاد بياس على الاربعين الف متفرج والمباراة بحضور جمهور فبنسبة كبيرة جدا مش هيحضر أقل من 20-30 الف فالأفضل تتلاقي في استاد احمد بن علي ده موقف لقاء السوبر الافريقي الاهلي لحق ان هو يقيد سبعة لعيبة بعد فتح القيد الاستثنائي بس اللعيبة اللي هتتقيد لازم تكون موجودة في القائمة المحلية يعني نفترض لو الاهلي مثلا عايز يجيب صفقة في يناير وعايز اقيدها في اللقاء السوبر الافريقي لا ما ينفعش لازم تأيد من القائمة المحلية اللي موجودة حاليا كلنا عارفين ان فيه ستة لعيبة انضموا بعد غلق باب القيد الافريقي فممكن تختار من الستة او تأيد الستة ولكن لما تيجي الشهر يناير مع انطلاق مرحلة دوري المجموعات في شهر فبراير هيكون لك الحق انك تأيد لاعب واحد فقط هل بيتسو هيقيد الستة هل هيقيد تلاتة اربعة ده هنشوف الفترة الجاية مع فتح حباب القيد يوم 15 ديسمبر ده اول جزئية متعلقة باللقاء السوبر الافريقي ودائما احنا معاودينكم بنقولكم كل الجديد في كل الملفات المتعلقة بهذه المباراة اللي اتنقلت وترحلت قزة مرة مرة تتلاقب في 12 لا اتنقلت لشهر فبراير لا شهر فبراير فيه احداث كتيرة فمش هيبقى فيه وقت تتلاقب نرجع تاني لديسمبر لا بلاش 24 خلاه 22 دلوقتي الرجاب يقول انا عندي صعوبة في الصفر الموقف خلال الفترة اللي جالك الاهل بالتأكيد بيستعد خلال هذه الفترة للقاء السوبر بعد ارسال خطاب رسمي بالامس بتحديد موعد المباراة طيب الجزء التاني